أصلاعي مشاهد أول سؤال لبنت من الناس الذين عايشون صناعة المحتوى بالصح في المغرب وفي الخالج وفي أردن ومن بعد ذلك تجارب في الخالج كبير وماذا يبدأ لك المغرب؟ غادي في نفس السياق ومستوى أو هم هربانين وإذا كانوا هربانين علينا أو هربانين عليهم أعطني السبب لماذا؟ أنا أبدأ لك الموضوع بأنه لكل شيء يتطور نعطيك الرائدة في هذا المجال لصناعة المحتوى هي أمريكا أمريكا هي طوبة في هذا الشيء لصناعة المحتوى تابعها يوروب تابعها الخالج المغرب يتطور لكي ندخله في تران لصناعة المحتوى وصناعة المحتوى للأسف باقي المغرب يفهم لكن فهموا أننا صانع المحتوى ما هو ممكن يدير في المقارنة مع الدول مثلا أمريكا ونحضروا على الخالج حيث التجربة التي لم تكن في أمريكا كانت في الخالج عارفين القيمة صانع المحتوى فمستغلينه آجين نخدموا بك ما الذي لدينا في البلاد هذه الفكرة على صانع المحتوى في الخالج مقارنة مع صانع المحتوى في المغرب والمغرب يتطور يتطور بشكل ملحوظ يعني صانع المحتوى الخمس ستين قبل ليس لهذا اليوم ولكن هما بدأوا يقول هما محتران هما مركبوا فيه ولكن ما نحاول هما يتفوق ورغم أننا نرى المحيط المساحة أو السكان سأقصروا منهم بزاق حتى من ناحية الإبداع نحن المغربة مبداعين جدا قادر صغير عنده تليفون يصور لك فيديو واعر في الخالج قادر بتوضي رأيك الصعوبة التي لدينا هي اللهجة لدينا الصعوبة لدينا اللهجة ليس فهموها ولدينا التشبه التقافي اللهجة المغربية قادروا بها أنا أردت في ام باستي مرحبا تعلم اللهجة دير مجهود و هنا صناع المحتوى باش نخليه عامية صناع المحتوى المغربة يشدوا اللهجة المغربية وكالمقاوبية وكنديروا فيها محتوى عالمي وانتدراني كاملين كنت شوفهم ان محتوى عالمي كنديروه ولكن باللهجة المغربية يعني اللي غير يفهمنا هم المغاربة ولكن مع الشيء للعياء ودكشيرا جو بانس انه وليتك يقدر مثلا الفيديو ديالك يكون باللهجة المغربية ببير ولكن الترجمة ودكشيرا متاحة وزعموا سألة اي وعدي يفهم مثلا نعطيه أبدايت الميستر بيس مثلا اليوتيوبر الأمريكي اللي فات جميع الأرقام ولا نيتفليكس ولا بروديكتون كبيرة بالنسبة اليوتيوب كنزل فيديو يوتيوب واحد يوصل لي 600 مليون 500 مليون على قبله يوتيوب داروا واحد الإكستنسيون جديدة أنه ممكن ننزل فيديو واحد بنفس الفيديو ادخل الإعدادات يتقرار لك مشاهد ترجمة الصوت يتغير الصوت تسمعوا بالإنجليزية تسمعوا بالعربية تسمعوا بالهندية تسمعوا بالبرتغالية تسمعوا بأي لوقت في يوتيوب يبقى ماذا خبار يعني؟ لا هذي يجدئ وتاهية ولكن باقي ما نقولك أنه نحن باقي ماشي من الناس اللي كتدخلين إي حجلولا كيجربوها في أمريكان كتجرب في الخليج عادة كتنزل لدول شمال إفراقية بطالب خمع دب دول الخليج مورا أمريكا غتتنزل لي مهم اللولي عادة من بعد تنزل لنا هذا الاكستنسيو غتتنجح معنا عتنا بالصح حتى يولي المحتوي المحتوي المغربي كي نزل فيديو وكيدير لهجة مغربية وكيدير لونجلية وكيدير فرانسي وكيدير إسباني وكيدير بزفير باش أنه يتفتع لالعالم و toute حالة مستخفضة لانترنت صراحة وأنك تفتع لالعالم باش ننشر الثقافة المغربية أي نشوفوا لك تقافة المغربية راما نوصلك لكل لهجة المغربية نوصلك للغه الإنجليزية باش تعرف عليها وكي تتعرف عليها رغا ديوش بدأت تقول ليها لابس عليك سافا أعطيك ذلك الليمو الصغار كي تتعرف أن التقاف المغربية عندها تاريخ واعر طبقا معك